للمزيد مشاهدين من المتابعة والتعليق ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور صلاح حاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة ألف يوم دكتور صلاح أهلاً ميك يا فانت أهلاً ميك يا فانت نعم يعني الكثير ربما سنتناقش فيه فيما يتعلق بابتتاح عدد المشروعات اليوم في الأسكندرية ولكن دعني أبدأ معك بالملف الذي أخذ حيز أكبر في ابتتاح هذه المشروعات وهو ما يتعلق بحديث السيد الرئيس عن المخالفات على أراضي الدولة كأستاذ تخطيط وتنمية كيف سيؤثر ذلك على ما يتعلق بافتتاح قرى جديدة افتتاح مشروعات قومية جديدة وطبعاً فيه استراتيجية قومية طبعاً للقضاء على العشوائيات والحفاظ على الأرض الزراعية مصر لازالت حتى الآن هي دولة زراعية بالأساس وبالتالي السيطرة والهيمانة على الأرض الزراعية وتحولها إلى كتر خرصانية طبعاً أضر بالأمن القومي ويؤثر على الأمن الغذائي المصري فهناك استراتيجية كبيرة للحفاظ على الأرض الزراعية وفي نفس الوقت الانتقال بمصر إلى دولة حضرية بعد أن اتسمت مدن كبيرة جداً بالعشوائية كان لدينا حوالي 1300 منطقة عشوائية حتى 2010 كانت هناك محاولات عديدة قبل 2010 للقضاء على العشوائيات ولكنها لم تأتي بأي جديد بسبب طبعاً البناء على الأرض الزراعية والتي وخاصة في المناطق الريفية وأصبح هناك العمل في الشريط الأخضر الضيق أو القضاء على الشريط الأخضر الضيق المحيط بوادي النيل فكان المستغل من مصر حتى فترة قريبة حوالي 4.5% من مساحة مصر فقط هو الأهل بيئة السكان هناك تم الانتقال في الفترة الأخيرة وصلنا حوالي إلى 6% من مساحة مصر ولدينا خطة استراتيجية على 2030 أن يستغل من مساحة مصر الكلية حوالي 9% من خلال الخلخلة السكانية والخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء وتحولها إلى مناطق عمرانية وصناعية جديدة ده كان يتم من خلال جملة من التشريعات منها طبعاً قانون البناء الموحد مخالفات البناء في الأرض الزراعية قانون المصالحات الجديد وهو كلها قوانين رادعة ولكنها رادعة بقوة للحفاظ على مصر من التحول إلى العشوائية في نفس السياق مصر بتعمل في الجانب الآخر وهو القضاء على العشوائيات زي ما قولت كان عندنا 1300 منطقة عشوائية الآن يتم التعامل مع هذه العشوائيات بشكل كبير من خلال مناطق الإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة والمناطق غير مخططة نعم طيب كل ما يتم افتتاحه من مشروعات دكتور صلاحي يعني دعني أقتبس من كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قال أمامنا خيارين الأول أن نقوم بمشروعات تنمية والثاني أن لا نقوم بأي مشروعات ولو لم يتم عمل تنمية ستتراجع الدولة وشعبها سيعاني وستكون أو سيكون الرقم المطلوب بعد ذلك في تمويل المشروعات أكبر بكثير من التكلفة الحالية تعليقك على ما قاله سيد الرئيس في هذا المحور تحديدا دكتور صلاح هو طبعا يعني حقيقي والرئيس كمان نأكد نحن عايزين نعمل تنمية وننتقل إلى دولة جديدة ولا عايزين نقبع زي ما احنا في القاع نتسب بها العشوائية ونعاني من المشاكل بشكل يومي هي فكرة اتحاد الدولة واستطاف الشعب خلف القيادة السياسية في النهود بمصر وبناء الجمهورية الثالثة هذه الجمهورية الثالثة لا شكل في العمران لا شكل في الطلق لا شكل في شركات الصرف الصحي لا شكل في الانتاج الصناعي لا شكل في التحول الرقمي مصر التي يحلم بها الرئيس الآن وشفنا المحور المحمودية الآن كيف انتقل من طرعة ومنطقة سكنية عشوائية موبوءة إلى منطقة حضرية واستثمارية وتنموية كبيرة ربما تأتي بعائد أكبر بكثير جدا من الإبقاء على الوضع الراهن السيء فهناك قوة دائما من مصلحة الإبقاء على الوضع الراهن ولكن مصلحة الشعب ومصلحة الدولة المصرية هو مجابهة الوضع الراهن وتحويله إلى وضع أفضل ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا بحيث يشعر المواطن العادي بأنه أمام دولة جديدة ونقلة جديدة ترجمة نانسي قنقر